رصدت صحيفة الڭاردين البريطانية نجاح أكبر تجربة لاختبار فاعلية العمل لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع وما إذا كان سيحقق التوازن بين الحياة والعمل وسيزيد الانتاجية أغلب شركات ريمة المشاركة في التجربة التي بدأت في يونيو العام الماضي ستستمر في نمط العمل الجديد ونتيجة لذلك تم الترحيب بها كدليل على نجاحها 56 شركة من أصل 61 شركة مشاركة في الاستطلاع أكدت على استمرارها في العمل بهذا النظام بعد ثبوت جدواه من مختلف النواحي كما قدمت ورش عمل للشركات المشاركة لمساعدتها في إعادة التفكير في ممارسات العمل إذ أتيحت الفرصة للموظفين بالاستمرار في تقاضي رواتبهم ذاتها أو العمل أربعة أيام بدلا من خمسة أما في الجانب الصحي فقد حسن العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع نمط النوم وقلل من الإجهاد والشعور بالضغط للموظفين بالإضافة إلى إيجابيات كثيرة نتابع التفاصيل ترجمة نانسي قنقر أعنا في السوديو الدكتور حمزة صالح مستشار التوجيه المهني ومن عمان الدكتور محمد الترونة أخصص اختصاصي أمراض الجهاز التنفسي وأمراض النوم أبدأ بالدكتور حمزة صالح أهلا بك صباح الخير صباح النوم بالنظر إلى هذه النتائج الجيدة لنقل في بريطانيا بعد تطبيق نظام العمل لأربعة أيام هل يضمن هذا النظام الإنتاجية المطلوبة من الموظفين في مختلف أعمالهم يعني؟ هو طبعا المؤكد علميا أن زيادة الجهد المبذول في العمل مع الضغوط وتعدد المهام بيؤدي لضعف الإنتاجية لكن نظرية أن تقليص أيام العمل تقلل من الضغط على الموظفين وبالتالي تزيد من الإنتاجية هذه طور التجربة الآن طبعا إحنا مررنا بتجارب طويلة جدا 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 على مدار الإنسانية في التعاون مع مسألة ساعات العمل أن كلما قللنا من ساعات العمل مع تركيز أداء العامل يؤدي لزيادة الإنتاجية نتمنى أن هذا يستمر ويحصل له تجريف الدول العربية في بعض البلاد بدأت تطبق هذا على قطاعات صغيرة أو على قطاع شركات معينة لكن هذا في طور التجربة الآن أكيد بيزيد الإنتاجية لو الموظف وجيد توجيهه فعدد أيام أقل بكفاءة أعلى في الأداء بدل من البطالة المقنعة ومن أضاعة الوقت ومن شغل الوقت بالقليل من العمل أو بضعيف العمل هيبقى فيه توجيه أفضل أكيد وفضلا عن توجيهه بقى لطاقاته وقدواته في أمور ثانية وأمور إبداعية كمان في العمل دكتور محمد ترونة صباح الخير إلى أي مدى ساعات العمل الطويلة وأيام العمل أيضا ممكن أن تتطبط بأمراض النوم من قلة النوم والأراقة وتقطع النوم صباح الخير يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة أولا النوم مرحلة مهمة من مراحل الحياة البشرية يحتاج الإنسان البالغ إلى ثمان ساعات يوميا من النوم وهذا يشكل ثلث الحياة البشرية حتى يستطيع الإنسان القيام بنشاطاته الذهنية والجسدية أثناء فترة اليقظة فإذا لم يكن هذا النوم صحيح وسليم فذلك ينعكس سلبا على صحة الإنسان الذهنية والجسدية وأيضا يؤثر على القدرة المعرفية والإدراكية والإنتاجية فيحتاج الإنسان إلى أن يكون النوم منتظم وصحيح وسليم وذلك من خلال تهيئة الظروف المناسبة للنوم فمن أهم الظروف التي تناسب هذا الشخص هي أولا أن يكون المكان الذي يعمل فيه خالي من التوتر لأن ذلك قد ينعكس عليه في فترة الليل مما يؤدي إلى أن يكون النوم متقطع أو أن لا يستطيع الدخول الانتقال من مرحلة اليقظة إلى مرحلة النوم وأيضا عدم الحصول على ساعات كافية من النوم كالذين يعملون في الشفتات الليلية أو الذين ينقلون بعض الأعمال إلى القيام بها في المنزل فذلك يؤثر سلبا على صحة الإنسان والجسدية والذهنية ومن الأمور التي قد تؤثر على ذلك هي تأثر الجهاز القلبي الوعائي مما يؤدي إلى أن يخذ الأشخاص مضاعفا سنعود لك بكل تأكيد ولكن ينبغي أيضا أن نسأل الدكتور حمزة الدكتور تحدث عن أن قلة النوم قد يكون لها تأثير سلبي على حياة الموظف ربما من هذه التأثيرات هو الإجهاد كيف يجب أن يتعامل أو تتعامل الإدارة مع حالات الإجهاد التي قد يمر بها الموظف وهنا عندنا في النظريات الإدارية مجموعة كبيرة جدا جدا من التطبيقات ربما أشهرها الشبكة الإدارية الشبكة الإدارية تصنف قيادة العمل أو إدارة العمل لخمسة تصنيفات التصنيف الأول هو الإدارة المتساهلة التي لا تهتم بالإنتاج ولا تهتم بالأفراد التي يشتغل معها وفي إدارة سلطوية تهتم فقط بتحقيق الإنتاج في إدارة ثالثة لإدارة النادي الذي يعتبر العمل مثل النادي لكن قد يفرح الموظف بهذا الأمر لفترة لكن بعد فترة ينتهي العمل لأن لن يستطيع أن يستمر دون تحقيق إنتاج في إدارة معتدلة تحاول أن تحقق خمسة على عشرة مثلا في الإنتاج خمسة على عشرة في العلاقة بين الموظفين والأفراد لكن أفضل إدارة أو القيادة الفاعلة فعلا هي إدارة الفريق لكيف نحقق أعلى إنتاجية مع تحقيق السعادة ورضاء الوظيفة هذا أمر مهم جدا ولا بد أن يكون نصب اهتمام أي إدارة ناجحة وأي إدارة فاعلة كيف نجمع بين توظيف الموظف لملكاته وقدراته بصورة حسنة ومميزة لتحقيق أعلى إنتاجية لصالح المؤسسة وهذا يحتاج إلى جهد كبير في الربط بين رؤية المؤسسة في تحقيق الإنتاجية والأرباح العالية والقبول المجتمعي والسمع الجيدة وكذلك أن يحقق الفرد نفسه ومن ذلك تحقيق أوقات معقولة وجيدة بالنسبة للموظفين للراحة نعم سيكون هذا هو الشكل التطبيقي الأمثل لتوظيف هذه الملكات بصورة حسنة الضغط على الموظف ووضعه دائما في شك ووضعه دائما في إضعاف والتقليل من الثقة فيه وإبعاده عن المبادرات والإبداع أكيد لن يؤتي بثمرة جيدة بالنسبة للمؤسسات نعم دكتور محمد كنت تتحدث عن ارتباط أمراض النوم بأمراض القلب كذلك يمكن أن يؤثر قلة النوم على زيادة الوزن والسمنة ما هي الأعراض الأخرى؟ كيف يمكن أن يؤثر قلة النوم على بطء عمليات الأيد والاستقلاب؟ أولا لأن النوم وظائف كثيرة فالنوم يساعد الجسم على إعادة ضبط نفسه من خلال التخلص من معاملات الالتهاب وبالتالي إعادة ضبط جهاز المناعة فالأشخاص الذين يعانون من حرمان في النوم تحدث لديهم أمراض متكررة لها علاقة بالالتهابات كالتهابات الجهاز التنفسي وأيضا الأشخاص الذين يعانون من حرمان من النوم أو لا يحصلون على ساعات كافية من النوم يتأثر لديهم الجهاز القلبي الوعائي فلديهم قابلية أكثر لحدوث تصلب الشريين ارتفاع ضغط الدم وأيضا حدوث السكتات القلبية والدماغية وأيضا لأن النوم وظائف أخرى تساعد هذا الشخص في الذاكرة والتركيز والمقدرة المعرفية والإنتاجية فلذلك ننصح دائما الأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة أن يحصلوا على قصد كافي من الراحة كيف يمكن أن نحصل على قصد وافي وكافي من النوم عبر علاجات سلوكية هل أخذ حبة ماجنيزيوم مثلا هذا ما ينصح به الأطباء قبل النوم ممكن أن يساعد على ارتخاء العضلات والنوم بشكل جيد أولا يجب اتباع الإجراءات السلوكية الصحيحة للمحافظة على ما نسميه بنظافة النوم أو جودة النوم من خلال تهيئة الظروف المحيطة كأن تكون الغرفة مخصصة فقط للنوم لا تكون تستعمل كمكتب للدراسة أو غير ذلك وأن تكون الأضواء خافتة أن تكون درجة الحرارة مناسبة عدم تناول الوجبات الدسمة أو تناول المنبهات كالشاي والقهوة قبل النوم أو شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم لأن ذلك يؤدي إلى تقطع النوم وأيضا نحن ننصح الأشخاص بممارسة الرياضة وتناول الغذاء المتزن لأن ذلك يساعد الإنسان في ضبط النوم والدخول في جميع مراحل النوم فهناك مجموعة من الأشخاص قد ينامون لكن لا يكون نومهم صحيح وسليم لأنه لا يدخل في كل مراحل النوم فيكون النوم سطحي ومتقطع لذلك يشعرون بالتعب والإرهاق أثناء النهار ولا يستطيعون القيام بالواجبات الإدراكية والعملية المنطابية نعم يبقى معنا الدكتور دكتور حمزة في بريطانيا يشعر حوالي أربعة من عشرة أشخاص من البريطانيين بأنهم شعروا بالإرهاق العام الماضي هل الأمر علاقة بساعات العمل الطويلة أم بأيام العمل الطويلة أم بإدارة فريق العمل كما تفضلت قبل قليل؟ وطبعا احنا اتفقنا في أول الحديث على أن زيادة المهام والإكثر من العمل وطول ساعات العمل هذا لا شك فيه في أنه يسبب إجهد وظيفة حتى وإن كان ذلك ضمن الأربعة أيام التي حتى وإن كان في يوم واحد في النهاية كيف نوتب الأولويات ونشتغل بصورة وتحقق هدف الموظف أولا حالة النجاح أن تربط المؤسسة بين أهدافها وأهداف الموظف الموظف إذا جاء إلى المؤسسة ليؤدي العمل المكلف به دون إبداع دون مبادرة فهذا تأخر خطوتين إلى الخلف المؤسسة التي تريد أن تنطلق وتريد أن تحفز موظفيها وتريد أن تخرج أفضل ما عندهم الأساس في هذه المسألة أن تفكر الإدارة بعقلية الموظف وكذلك الموظف يفكر بعقلية الإدارة يفكر كيف يقيمه مديره إذا فكر الموظف كيف يقيمه مديره ووضع عينه نصب على فكرة أن المدير يقيمه تقييم حسن ويواه بصورة صحيحة فهذا سيجعله يؤدي أداء متمعز لكن ألا يتعلق ذلك دكتور بالقوانين الداخلية لكل شركة ومؤسسة من عدد الإجازات المرضية عدد الإجازات والعطل ألا يؤثر ذلك في زيادة الإنتاجية بعيدا عن ساعات العمل والأيام تقليل ساعات العمل أكيد سيؤدي إلى أن الناس تتخفف من الإجازات الكثيرة ومن التعلل الكثير للغياب عن العمل أكيد لكن في نفس الوقت المسألة ليست مرتبطة بعدد الساعات هي مرتبطة بكثاءة ما يؤدى في هذه الساعات وإلا فالتهرب من العمل سيستمر حتى وإن قللنا الأيام سيستمر استخدام السيء للإجازات المرضية والاستغلال السيء للأجهزات العارضة وكسرة الاستئذان وكذا وهي دلال على عدم انتماء الموظف للمؤسسة كيف تجعل المؤسسة من الموظف الذي لديها منتميا لها بمعنى أن يكون صاحب مصلحة في نجاح المؤسسة ليس فقط براتب وليس فقط بيئة القوانين والقواعد وإنما يقولون أن الموظف ممكن يشتغل ثماني ساعات لراتب ويشتغل عشر ساعات لمدير جيد لكن يشتغل بلا حدود إذا كان مقتنع بهدف المؤسسة ويريد أن يبادر فيه يشتغل عدد ساعات كبير دون إرهاق ودون ملل منظمة الصحة العالمية وصفت الإجهاد الوظيفة على أنه متلازمة مرضية يصل بها الإنسان إلى عدم الشغف في العمل إلى عدم الاكتراث لنجاح العمل أو تمييزه يكسل كثيرا يخمل كثيرا لأنه عنده إجهاد كبير هذا الإجهاد إحنا مطالبين كمؤسسات أن نخفف من الإجهاد عن الموظف هذه الضغوط الزائدة التي تؤدي بالموظف إلى القلق وإلى الخوف على وظيفته وإلى أداء الأعمال لمجرد الأداء يعني الكم وليس الكيف لابد أن يقلل من ذلك ويكون نصب اهتمام القيادة في أي مؤسسة أن تقنع الموظف بما يقوم به من عمل ثم تهيئ له الأدوات والتحفيزات المناسبة بعض الموظفين يحب أن يوقع بعض الموظفين يحب أن يزيد من واتبه بعض الموظفين يحب أن يشعروا بمكانته في العمل على الأساس أن تقدم له ذلك صحيح فهناك إجراءات كثيرة ولا يتعلق الأمر فقط بتقليص أيام العمل شكرا جزيلا لك الدكتور حمزة صالح مستشار التوجيه المهني ومن عمال أيضا الدكتور محمد طارونة الاختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي وأمراض النوم شكرا جزيلا لكم شكرا لكم